ثبت عن محمد بن المنكدر شيخ مارك قال إن سفينة هذا ذهب إلى أرض الرومي وركب البحر ثم انكسر بهم المركب ودفع إلى غابة إلى أجمة الأجمة الغابة التي يسكنها الأسد فلما دخلها واجه الأسد الآن انظر أن صنع الأسد مع عتمة لما رأاه سفينة تذكر سفينة صحبته إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا الحارث ويكنية الأسد عند العرب يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتخل الأسد يعني أظهر أنه لن يفترسه وقدم إليه جاء في بعض الرواية أنه حمله على هاتقه يعني على جهة ترقبة الأسد وأخرجه من الأجمة كأنه يدله على الطريق هذا يعني خبر ثابت الذي يعنينا كل شيء ناصيته بيد الله فالإنسان العاقل يصلح حاله مع الله فيصلح الله حال كل شيء حوله ولذلك أحد المراء ظنه من بني أمية لما بعث أحد يعني أحد الولاة لما بعث أميرا له على بلده قال يا فلان أوصاه أحد الناس قال له خاف الله في يزيد ينجيك الله من يزيد ولا تخف يزيد في الله فإن يزيد لن يعصمك من الله وهذه وصية عظيمة المعنى نحن لا سنعنى علاقة الآن بمن يزيد هذا نحن لا أذكره الآن أي يزيد مقصود هل هو يزيد الأول يزيد الثاني غيره لكنني أقصد هذا من الحفظ القديم لكن الغاية من القصة أن الإنسان إذا راقب الله الخلق قلوبهم بيد الله إن شاء صلتهم عليك وإن شاء سخرهم لك فاستقدر الله خيرا وارضي النبي فبينما العسر إذ دارت ما يسيب قد تتأخر إجابة الدعوة حين النعم لكنها غالبا ما تقع والله يقول بشر المؤمنين